طيب الحاجة اعطيات معها بنتين البنتين مش متجاوزين وهي بتقول انا قريبة من ربنا ودعاء بإذن الله مستجاب نعم ايه اللي بيحصل؟ ليه كل مدعي لبناتي ما بيتجاوزوش؟ والله مش لازم انا اما كون ربنا تقبل مني دعوة واثنين وثلاثة وعشر وعشرين ان انا كل حاجة هدع بيها تحصل لا بس دعوة الام مستجاب ماش جميل جدا ولكن الله سبحانه وتعالى في حكمته وفي تأخير هذا الامر حكمة لا نعلمها الانسان احنا بيبقى طيب وكويس جدا وتحدث له ابتلاءات يقول يا رب ايه ده فلان ما بيصليش وفلان بيعمل وفلان بيسوي وبيحصل لهمش حاجة وانا بصلي وبتعيك وبتصدق ومش حاجة وبيحصل لبتلاءات في حكمة وراء هذا الله يحبك فأخر عنك خيرا ليريدوا يريدوا ان يبدلك خيرا هتقول اللي فضلتك البنتين؟ ايه مشكلة والبنتين والثلاثة والأربعة وفي بتلاقي فيها وهم مؤهلين تماما لان يتزوجن ومع ذلك ما بيحصلش نصيب نعلم ان الخيرا كلنا حفظينها فيما اختاره الله حتى الجملة دي كل بتجري على السنين الخير فيما اختاره الله الخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى فدايما نوك الامور نائل الله ندعو فإن تحقق ما ندعو به أهلا وسهلا الحمد لله على كل حال إن لم يتحقق الحمد لله ونرضى بقضائه وقدره طب تعمل ايه؟ تظل في الدعاء الاستغفار وكسرت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدقة يبقى تكسر من الاستغفار يجلب الخير سيدنا الحسن قاعد وبعدين جالوا واحد قال له يا امام أنا ما معيش فلوس واحد تاني قال له يا امام الدنيا عايز ولد ولا أي حاجة يسندني والتاني قال له معرفش ايه كل واحد يقول له حاجة يقول له استغفر الله استغفر الله استغفر الله فقال ألم تسمعوا قول ربنا عز وجل وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا هذا الرزق ويمددكم بأموال وبنين أهل الأولاد ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقار شكرا لكم